ملف أخر ويعني الاتحاد المصري للموايطاي أعلن عن فوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية للموايطاي في فبراير المقبل والقرار صدر خلال اجتماع محمد إبراهيم رئيس الاتحاد مع استيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للموايطاي وإدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي في أنطاليا بيتركيا لمنقشة عدد من ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة الإفريقية وده بقى هتبقى النسخة الثانية من البطولة الإفريقية اللي هتصطدفها مصر بعد نسخة عام عشرين وواحد وعشرين واللي أقيمت في استاد القيارة الدولي بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية كل التوفيق طبعا للرياضة المصرية في أي ملف ومبسوطين أنا وان دائما نحن نتكلم على تعدد الألعاب أو الأنشطة الرياضية اللي احنا بنشارك فيها بس دي نقطة طبعا والنقطة التانية اللي بتفرحها كمان أن انت بتريد تسمع عن رياضات مكناش أصلا نعرف عنها يعني بعض الناس ما كانتش تسمع عنها بتسمع عن الكروكية وكورت الريشة والبليارد وإحنا نسمع كرياضات بس احنا ما نعرفش مصر فين لمصر وصل حتة بعيدة جدا والبرانكينجز حلوة جدا بس يمكن الاهتمام كان العشر سنوات الماضية برياضات معينة يمكن كان السكواش كورت القدم وغيره لكن الدولاتي أصبح فيه اهتمام بس مش إعلامي جماهيري كمان برياضات كتيرة جدا خلينا نقول لحضراتكم كمان استكمالا لخبر فاروق دكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكي هنا أنا بتكلم وعضوا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قال تحديدا أن مصر حتشارك فيه بطولة العالم الجولف كروكي بس فوق الخمسين المقامة في أستراليا على فكرة ليها متابعين كتير جدا ليها متابعين كتير جدا هي بطولة زي ما بتقال اه سن كبير بس السن ده أكتر سن أصلا الكروكي بيبقى بيجذبه لأن حضراتكم عارفين الكروكي مش لعبة كانت زمان شبابية كده دلوقتي يبقى فيه سن أصغر لكن هي في العموم لعبة لكبار شوية السن أو المتقدمين في السن فأنت بتكلم البطولة دي هتقاوم حتى 21 أكتوبر إن شاء الله الجاري ومصر بيمثلها في بطولة العالم دي اللي بنتكلم عنها فوق الخمسين أربع لعبين عندك أحمد المهدي ده بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللعب الدولي عمر فاهمي واللعب المخضرم طبعا يعني محمد أبو النور كلها اسماء كبيرة في هذه الرياضة معروفة للناس اللي بتعشق هذه الرياضة أو بتتبحها يعني بالتوفيق ليهم وسعادة إن إحنا نكون متواجدين في كل البطولات حتى البطولات اللي هي يعني ما فيهاش اهتمام إعلامي كبير لكن إحنا في عشر صبح فالي وفي قناة العالي أعتقد ما بنسيبش بطولة غير لما بنتكلم عنها يعني ما بنسيبش ملف غير لما بنتكلم عنه ويمكن بداية تكون من عندنا بعد كده بينتشر يعني أنا مش عايز أتكلم بس ده واقع حقيقي يعني إحنا هتمينا كتير يا فاروق في البرنامج ده بملفات ما كانش حد بيركز عليها بس بعد لما بنتكلم فيها كتير من الناس بيتكلموا فيها ده أكيد نجاح يعني يندل على حاجة ف نتمنى كل التوفيق وأكيد هنتابع برضو مع حضراتكم مجريات هذه البطولة من خلال شاشة قناة النادر أهلي وبرنامج عشر الصبح في الأهلي طبعا أنا وانده تم استضافت الكتير جدا من النجوم وأبطال الألعاب الأخرى حاولنا بقدر المستطاع أننا نصلت الضوء وهم دايما يعني في أثناء تواجدهم معنا وفي أي حديث لهم طبعا بيوجهوا الشكر لقناة النادر أهلي والبرنامج عشر الصبح أو كافة البرامج الموجودة في قناة النادر أهلي على التغطية الإعلامية يعني أنا بالنسبة لي كواحد من المرسلين كنا دايما بنروح يعني الأمور ممكن تكون مقتصرة على قرط القدم لا كنا بنروح تقريب في كل مكان حاول نغطي كل الألعاب الزملاء أيضا في البرنامج يحاولوا أنهم يغطوا كل الألعاب بنحاول إحنا نسلط الضوء على الرياضة المصرية ومنظومة الرياضة المصرية اللي كلنا دايما يا نهواند بنتمنى نشوفها في المكان اللي طالت بجمهورية مصر العربية